بسم الله الرحمن الرحيم معاها لكم أستاذ زيزم محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده نتناول أحد المصادر المقترحة وهي موسوعة وكبيديا موسوعة وكبيديا من أشهر الموسوعات المعرفية على مستوى العالم بتبدأ بأنك تتعرف عليها من خلال أنك بتفتح الموقع بتاع وكبيديا.org وبعد كده بتبدأ أنك تختار أنت عايز تبحث فأنهي لغة على سبيل المثال احنا هنبحث في اللغة العربية وهتكتب المحتوى اللي انت عايز تبحث فيه. طبعا وكبيديا موسوعة من الموسوعة المتنوعة اللغات واللي تقدر تستفيد منها في عدة مجالات على سبيل المثال هنبحث عن الموجات الصوتية طبعا بيعدد لحضرتك النتائج. بتبدأ بأنك تتعرف على المقالات بيعمل تصنيف للمقال بيعمل بعض الصور المنتقى بعض الفيديوهات أحيانا بيستند إليها وفي النهاية بيرجع يعدد على حضرتك المراجع اللي هو جاب فيها. ده مصدر من أهم المصادر المعرفية اللي انت ممكن تستند إليها أثناء شغلك في البحث. ولكن رأيي الشخصي بأن موسوعة دي لا يعتمد عليها في جمع المعلومات. نتيجة لأن الموسوعة دي متاحة للعامة التعديل فيها. بمعنى لو أنا في طبيب دخل وكتب مقالة طبية عن مرض معين أقدر أنا كمدرس بأني أعمل تحريري للمقالة دي بعد كده وأبدأ أني أعدل فيها وبعد كده أبدأ أقول المراجع بتاعتي. فطبعا بيبقى هنا في تشكيك في مصدقية بعض المقالات وإن كان أكثر المقالات اللي فيها بيكون بوزل فيها مجهود يحترم. ولكن إزاي أقدر أستفيد أنا كطالب من موسوعة زي دي دي ومن الحجم المعرفي الموجود في الموسوعة دي دي بدون ما أتعرض لي أي مجازفة بمعلومات خطأ. رأي الشخصي بأنك تقدر تستخدم الموسوعة ديت عن طريحك تين. الجزء الأولين بأنك تستفيد من الدعم اللي هو موجود في الموسوعة ديت كصور مثلا بتشرح الموضوع اللي انت بتبحث عنه. فتقدر أنك تستفيد بالصور ديت بأنك تنزلها كصورة وبعد كده تقوم حادث للموقع وتنزلها عندك. وتقدر بأنك الجزء الأهم بالنسبة لي أنا. إنك تقدر إنك تنزل على المراجع. فتبدأ إنك تشوف إيه المراجع اللي تم الاعتماد عليها في المقال ده. المراجع ديت تقدر بأنك تاخدها وبعد كده تبحث عنها. على سبيل المثال أنا دلوقتي لقيت لنفرض بأن مقال المكتوب قدامي حاليا. مقال مكتوب مثلا وفي مصدر من مصدره كتاب من كتب دكتور أحمد زويل. أنا هنزل تحت أشوف المصدر ده. إيه اسم الكتاب. بعد كده هبدأ أدخل على جوجل مثلا وهبدأ أدور على الكتاب بتاع دكتور أحمد زويل. الله يرحمه. وأبحث عن الكتاب ده فأتعامل مع المصدر الأساسي اللي تبنت منه المعلومة. فما خدش من وجبيديا أخذ من المصدر الأساسي. هل أنت عايز تاخد من وجبيديا أو عايز تاخد من المصدر الأساسي. ديت حرية شخصية بيك. ولكن علشان نتعلم صح إزاي نقدر نوصل لأفضل معلومات ممكنة. أنصح بعدم الاعتماد على وجبيديا بشكل مباشر. يعني ما تاخدش منها نص. وبعد كده إنك تاخد الفكرة بتاعت النص ده وتعتمد عليها في البحث كمعلومة مسلم بيها. لا اعتمد على المراجع بتاعتك. اعتمد على المرامجع اللي موجودة في المقال. وبعد كده تبدأ تدور عليها وتاخد الموضوع عندك. طبعا فيك بعض الكلمات المفتاحية اللي بتبقى موجودة داخل المقال. يعني مثلا هو بيكون عاملها بالأزرق. فتقدر إنك مجرد ما تحط المؤشر بتاعك على الموضوعات ديت يبدأ إنه يعرض لك. يعني مثلا الحديد. جاب لك صورة الحديد وعرفك بأنه نوع عبارة عن كذا من المعادل. طب الألمونيوم جابه لك وعرفك عليه. طب النحاس جابه لك وعرفك عليه. متر في الثانية بيعرفك إن ديت كذا. طب ايه هو الزجاج؟ بيعرفك إنه مادة صلبة بتتكون من كذا. تقدر بأنك تضغط على أي واحدة من دول فيبدأ بأنه يعمل لك بحث عن الحديد وكل ما يخص الحديد. انتاج تكون استخراج كل حاجة بما فيها الخواص الفيزيائية أو الخواص العامة أو الخواص الزجرية الخاصة بكل عنصر. ديت كفكرة تقدر تستخدمها داخل الموسوعة ديت. ايه الشكل اللي انت هتستخدم بي الموسوعة ديت؟ ده أمر مطروك لحضراتكم. واتمنى للجميع كل التوفيق.